قام وزير الخارجية المصري سمح شكري بجولة تفقدية للمقر الجديد لوزارة الخارجية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ذلك في إطار الاستعدادات النهائية لانتقال وزارة الخارجية للعمل من مقرها الجديد هذا وقد تفقد وزير الخارجية الاستعدادات النهائية خاصة بتجهيز ببنى الوزارة كما حرص أيضا على متابعة التجهيزات الخاصة بمركز حفظ المستندات الرسمية للدولة وإصدار جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة والتقى خلال جولته بالموظفين والفنيين والعمال المشرفين على المراحل النهائية لتجهيز المبنى وعملية الانتقال